انحكا هذا الموضوع البعادية اللهم لخورينتشن نوترل اللي هو آخر تيرمنولوجي اسمه Station Station هي عبارة عن level of the presenting part علاقة level of the presenting part اللي هو وجود ال presenting part علاقه مع the skull spine اللي هي relation of the fetal head أو the presenting part and the skull spine the skull spine bone بحيانا أسرح نرجو بها el skull spine علاقة fetal head مع the skull spine اذا كانت fetal head أو the vertex او الارجس بيام تربة فيه ثلاثة الهو البرتكس الهو البرتكس السكال اسمه ها يكون zero station واذا كان الهد هاي يعني بعيد عن البلوث لساته بالفولس بالفولس يعني فوق لساته يعني باتجاه اليوترس يكون بالمينس مينس 1 سنتيمتر مينس 2 سنتيمتر ومينس 2 station مينس 3 وفي عنا مينس 4 وفي عنا مينس 5 لما يكون طيب جيب داخل في البلوث داخل باتجاه المين بلوث باتجاه البلوث باتجاه البرتكانال لبرة هذا بكون في البلس في بلس 1 سنتيم بلس 2 بلس 3 في عنا بلس 4 في عنا بلس 5 بلس 5 بسموه crowning بسموه ايش crowning واضح مهم جدا نعرفها هون حط لك نوات ملاحظة transverse lie transverse lie هو احد انواع المال lie and breach presentation are causes or risk factor for cordobrolabs اتوقع عنه منطق لما يكون البيب transverse lie زي هيك transverse lie خاصة لما يكون البيبي الback مش down لما يكون الback up لما يكون الback up لما يكون transverse lie والback up والbreach الbreach هذول الbreach احتمالي الامبالاك الكورد لما نعرف الربح البرين الامبالاك الكورد ينزل اذا نزل الامبالاك الكورد throw the birth canale هذا مسميحنا cordobrolabs بلاذا الانبال transverse lie وbreach هما risk factor لو سألني شوه الموس بس نرجع على موضوع الstation ورديوك الstation في عنا زي ما نعرف الاسكال سباين بون ها هي الاسكال سباين طلابنا ها هي الاسكال سباين لما يكون الارج الاسكال سباين تكون zero station لما يكون لفوق داخل داخل الفورس بالبس لأنه هذا سمنا احنا فورس بالبس هذا سمنا فورس بلما يكون باتجاه الفورس بيكون بالminus minus one لحديث minus five لما يكون باتجاه two بالبس وباتجاه birth كان لبرة يكون plus plus one plus five هذولا طبعا بالسانتيمتر هاي مهمة جدا هسا بس ملاحظة للكم لما يكون البيبي zero station وبعض الكتب الاكثر كانت بplus one station عندها بيمكان أنا أستخدم operative 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 assisted 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 vaginal delivery شو هم الoperative assisted vaginal delivery اللهم forceps and vacuum هاي نتقول هاي المعلومة مهمة جدا لما يكون station zero الكتب الاكثر معظم المصادر كاتبة plus one plus plus one او اكثر عندها they are safe حسنا ننتظر طلابنا انه لما يكون مرة أخرى برجع ذكرة لما يكون plus one and more بعض الكتب كاتبة zero نستخدم operative assisted delivery بكون safe اللي هو forceps and vacuum من شغل استخدام forceps and vacuum يجب الstation zero or more or بعض الكتب كاتبة plus one and or more or more يعني plus two or three or four هاي مهم اذا كان unsafe هاي ننتبه لها طلابنا الهس اللي ننتبه طلابنا هي مرة أخرى هي عندنا هذا ضيما حكينا هذا هو force pelvis وهذا عبارة عن true pelvis هنا هذا بسمي pelvic inlet هذا بسمي pelvic inlet هنا بالنصف نسمي mid pelvis وبالمنطقة الخارجية بسموها back out لتها بسموها scale spine لما نكون الواصل 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 4 أو 5 لساتو لساتو لسه الآن دخل في pelvic inlet فهاي مهمة جدا نعرف station is zero when the fetal vertex is at the level of the scale spine هذا مسمي zero station ورجوك ركزوا عليها خي لسه ننتبه طلابنا انه هذا هم تعريف الstation ركزوا عليه وسألو عنه بالامتح نعطي ألف عافية طلابنا متقارن انشاء في الفيديو في الفيديو ترجمة نانسي قنقرن ترجمة نانسي قنقرن